تطبيق صفحة 24 رح نطبق هلأ مبرهنة العكس للمنصف الداخلي لدينا في المسلس ABC المرسوم جانبا برهم أن AN منصف داخلي للمسلس ABC لاحظة لدينا ABC مسلس عطونا طول AC4 وAB6 وعطونا طول CN2 وNB3 وطلبوا مننا نسبة لهم AN منصف داخلي رح نعتمد على مبرهنة العكس للمنصف الداخلي الحال لدينا في المسلس ABC شو بتقلنا عكس للمنصف الداخلي لازم نحقق التناسب اللي طولب منا قبل شوي أثبتنا رح نبدأ ناخد قسمين القسم الأول رح ناخد القسم الأول رح ناخد الجزئي اللي أسمهم AN رح أخد NB على NC أخدت النسبة الأولى NB على NC هلا النسبة الثانية لازم يكون بسطة يجاور بسطة النسبة الأولى ومقامها يجاور مقام النسبة الثانية يعني بكلام آخر NB مين جارا بأين طلي AB باخد ولا AC لأبي فرح أخد النسبة AB على AC ما بيصير أخد العكس AB على AC هي ستة أربعة لاحظوا NB يجاور AB تمام؟ وNC يجاور AC تمام؟ ستة أربعة تلاتي على اتنين إذن النسبتين متساويتين NB على NC يساوي AB على AC ويساوي ثلاتي على اتنين تمام؟ معناتها بما أن عنا مسلس تحقق التناسب الآدي فال AN منصف داخلي للزاوي B A C وذلك حسب مبرهنة عكس المنصف الداخلي تم رد من أول بما أن تحقق التناسب التالي NB على NC يساوي AB على AC تالي حسب مبرهنة العكس للمنصف الداخلي نجد أن A N منصف داخلي للزاوي B A C وهو المطلوب